إن شاء الله احنا دخلين على احتفالات ذكرى 23 يوليو وقريب بإذن الله هذه الثورة المجيدة والكبيرة الثورة اللي يعني كلنا من مؤمنين على الآل ومجمعين أنها حرارتنا من الاحتلال الإنجليزي وإن شاءت أول قيادة وطنية في مصر 23 يوليو سنوات طويلة جداً عدت على هذه الثورة وإن شاء الله كل سنة متوطيبين أنا ليه باديء من الثورة الحقيقة مش بس عشان هيبقى فيه أجازة طويلة جداً للطلبة اللي لسه خرجين من امتحانات سنوات العامة وبيخلصوا التنسيق ولا للناس اللي منتظرين هذه الأجازة عشان يطلعوا الساحل الحقيقة إن الثورة دي علامة استفاهم كبيرة جداً في التاريخ ما يتعلق بقدرتنا كبلد كوطن كأمة على إن إحنا ننفذ اللي بنحلم بيه وبنتعهد بيه النهاردة فورة 23 يوليو دي بكل قيادتها اللي غنين يعني أغنيات اللي إحنا غنينها لهم يعني يمكن أكتر من عدد سنين عمرهم من أول بقى يعني جد عن سمر في عز العمر وأغني السد وصورة وكل الحاجات الحلوة دي أنا الحقيقة بنسأل نفسنا وإحنا أجيال جات بعد هذه الثورة بسنوات فعشنا أهلين اللي كانوا متأثرين جداً بالثورة أنا شخصياً اسمي خالد على خالد جمال عبد الناصر واخوه اسمه جمال على جمال عبد الناصر هتلاقي بيوت كتيرة جداً فيها خالد وجمال وهدى خالد وجمال وهدى تيمناً بجمال عبد الناصر فاحنا نشأنا في بيوت البيوت دي متأثرة بيوليو ومتأثرة بالثورة ومتأثرة بجمال عبد الناصر ومتأثرة بالاستقلال الوطن ومتأثرة بالأغنية ومتأثرة بريادة مصر للعالم العربي وبريادة مصر في أفريقيا وبحركات التحرر وبفكرة الاقتصاد الوطني المستقل وإنشاء المصانع وبنى والمزارع وكل الحاجات الحلوة دي لكن من يوليو 52 لحد دلوقتي تستطيع أن تكتشف بسهولة أن كل الأحلام اللي حلمها الجيل بتاع يوليو ثم جيل ولادهم اللي هو أحنا ثم الجيل اللي بعدهم كل دول الحقيقة لم يحققوا الأحلام الرئيسية لثورة 23 يوليو أنا ليه واخد ثورة 23 يوليو؟ لأن إحنا عندنا ثورات كتيرة لاحقة هذه الثورات الشعبية اللاحقة برضو الحقيقة يستحيل تحقق أهدافها من غير من زاكر إحنا كشعب هو ليه بناء حياة ديمقراطية سليمة ما تحققتش الاقتصاد والنمو الاقتصادي اللي توعدت به في الأهداف الستة بتاعت يوليو ما تحققتش ليه الحاجات الحلوة اللي غننا لها ما تحققتش ليه السد العالي العظيم ده اللي وفر الكهرباء وعمل حركة صناعية وعمل بحيرة ناصر سنين وتجاوزته الأزمنة يعني معدل مشاركة السد العالي في كهرباء مصر كلها ما تجاوز 5% دلوقتي يعني في حاجات حصلت أعظم في تأثرها وإمدادها بالكهرباء من السد نفسه ليه إحنا أحلامنا ما بتتحققش ليه بنحط شعارات وستراتيجيات كبيرة جدا وللشعارات والاستراتيجيات دي بعد شوية بنكتشف إنها بلح الحقيقة يعني ليه الحركة الصناعية الكبيرة اللي كان الجيل بتاع عبد الناصر عيشها بنكتشف بعد كده إنها فيها حصل فيها فساد وإنك فيه مصانع بتتفتح مرتين وتلاتة وإنه بعد كده هذا القطاع العام لم يكن يثمر أو يؤدي إلى نعضة اقتصادية حقيقية في البلد وإنه بعد كده اكتشفنا مع بداية نهاية عصر السادات وبداية عصر مبارك إن إحنا لا محتاجين استثمار أجنبي والكلام اللي كان بيتقال غلط كل الشعارات الجميلة يستحيل أن تتحقق من غير ما يكون فيه إرادة مجتمع تحققها مش رئيس لوحده يعني مش عبد الناصر لوحده يمكن عبد الناصر حاول لكن في تقديري المتواضع إن هذا الرجل العظيم كان طموحه ورغبته في الاستقلال ولهفته على إن الأمة دي تتقدم وتكبر وتقوى كان يمكن أكبر من إمكانياته لذلك هو عمل إيه؟ يعني من بعد قوانين بقى الاستحر الزراعي والثورة الصناعية والسد العالي وكل الانتصارات اللي حصلت حصل هرولة ناحية الزعامة الكبيرة فإحنا بقى أغلقنا مدهي اقتيران وبعتنا الجيش اليمن وعملنا مش عارف إيه وما قدرناش نحقق اللي بنحلم بيه في النهاية مات الله يرحمه جمال عبد الناصر وأرضنا محتلة واقتصادنا منهار والسدات على حسب كلامه مستلم الخزنة صفر في كلامه في خطاب شهير طب ليه ليه الشعارات الحلوة ما بتقديش نتائج حلوة تعالا هتشوف في يناير كانت الشعارات جميلة ورقية ورائعة وخلابة وجمعت القلوب حولها وتوحدت الأمة وتوحد الشعب ثم انتهت يعني بعد أقل من سنة أو سنة ونص إلى اللاشيء وأهدرت كل هذه الشعارات النبيلة الجميلة شوف من 37 و 36 و 37 وإحنا ماشيين التماسك اللي دعا إليه رئيس عفتاح السيسي ثم الأحلام الكبيرة الجميلة اللي كلنا تحلقنا حواليها يمكن ناس كتيرة دلوقتي في مصر لما بتشوف المعاناة الاقتصادية والمشكلات بتقول لا مش كل حاجة اتحققت زي ما احنا عايزين ترجمة نانسي قنقر